اشتركوا في القناة اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا خلينا بدأ والأول بدراسة تقلق شوية دراسة عنوانها هل تساؤل يعني هل البواسير اهمل علاجها وانتم تعلمونا البواسير كويس جدا انتشر انتشار كبير في العالم يعني يؤدي إلى سرطان بشكل مباشر لا يعني مفيش في الأبحاث العلمية ولا في الدوريات انه البواسير بريكنسرس قبل سرطان لا مفيش الكلام لكن بشكل غير مباشر اه طب ليه بتهمل لانه فيه معتقد انه علاج الحاجات دي صعب لا اصبح علاجها مش صعب لكن مهم جدا احنا نروح في التوقيت عشان نستفيد من التكنولوجيا المتقدمة الليزر دوره المهم في التعامل مع البواسير والنصور تعالوا نعيش مع هذه التكنولوجيا المتقدمة مع واحد من الأسماء القديرة البارزة معظم النجوم عالم جراحات البواسير وعالم جراحات الشرق وعالم جراحات الجزء السفلي من الجهاز الهضمي ضيف العزيزة القيمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور أحمد رجب سابق استشاري الجراحة العامة وجراحات الأورام والمناظير والجهاز الهضمي دكتورات الجراحة العامة من كلية طب جماعة عن الشم زميل كلية الجراحين الأمريكية عضو كلية الجراحين الملكية الإنجليزية أهلا بيك يا دكتور أحمد من ووضني وسعيد جداً بني أحفظك ربني أكرم الله الحقيقة أنا بدأت بجملة الأول مخيفة مؤلقة لكن خلينا حنرجح خطوة للوراء وتقول لي بيه طريقتك الأكاديمية الجميلة إيه الفهرس بتاعكم في أمراض الشراج إيه الأمراض المتعارف عليها التي تصيب هذه وإحنا نقول أشهر الأمراض اللي بتصيب الناس طبعاً هو البوسير الشراجية والشرخ الشراجي والنصور الشراجي والنصور العصاصي فيه طبعاً حاجات تانية بس هما دولة الأكثر شهرة يعني طبعاً أهمهم هو البوسير الشراجية الصراحة والبرزنتيشن بتاعته أنا بحب العين يجي في الأول يعني بيستفيد جداً هو المريض بيبقى يفهم شوية أنا خايف أروح للجراحة علشان فكرة أنه هو هيعمل عملية مباشرة نحن بنيعملش كده الصراحة لازم الموضوع يبقى يعني يحصل تقييم جيد الأول للحالة وبعد كده نحدد الدجري بتاعه زي ما حضارك عارف بقى الدجريز بتاعة البوسير الدرجة الأولى لحد الدرجة الرابعة عادةً الدرجة الأولى والتانية أنا قدر أدي أدوية فيهم والرسبونس بتاع الأدوية بيبقى جميل وكويس بس ده ييجي في الأول وانس إن الموضوع اتأخر والموضوع بدأ يتطور ويوصل ليه الدرجة الثالثة والربعة بيخلي فرص العلاج ضعيفة جداً جداً أبطل النهاية بيحنا بلنا عليها حاجات هو مجرد علاج أعراض يعني بيشتكم القلم بيقلل القلم نزيف بيقلل النزيف كونستيبيشن أو الامساك بيقلل الامساك وخلص فبيبقى علاج أعراضي يعني إنما ما بيجيلي في الأول طبعاً بيبقى العلاج الحاجة كمان الكويسة إن الحاجات زي بدايات الدرجة الثالثة ده بيبقى كويس جداً جداً في التكنيك اللي احنا بديستخدمه في الليزر ريسبونس بيبقى كويس قوي الريكافر بتبقى سريع جداً البوست أوبرتف بين ألم ما بعد العملية بيبقى أولاية جداً خاصة كمان مع استخدام البي سي اي يعني نستخدم الليزر ونستخدم كمان جهاز تسكن الألم بيبقى الموضوع كويس قوي قوي وانس بقى نلاقي الموضوع تطور أكتر من كده وصلنا للدرجة الرابعة بيبقى الموضوع يعني هو إيه انت الموضوع بقى صعب حبيتين يعني أهو الحمد لله بقينا برضو اللي قينا فيه صرفة القصة دي بنقول بني بنستخدم برضو الليزر بس بتكنيك مختلف شوية وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما المريض بيقول أنا بخاف أعمل الليزر عشان بترجع لي تاني البواسير ما هي البواسير الدرجة الرابعة لو اتعملت بالتكنيك اللي احنا بنستخدمه في الدرجة التانية وفي التالتة 100% هترجع فلازم في الوقت ده أستخدم حاجة اللي احنا قول عليها بقى ايه هو أنا بعملها شوية قريب من الجراحة بس باستخدام الليزر وده بيحقق لي نتائج كويسة قوي وابطوا ان هو الموضوع بيبقى تم 100% فحقرتش تاني في فكرة الكرانس وبرضو استخدمت بالليزر اي نعم هو فيه واجع سنة زيادة عن الواجع بتاع الدرجة التانية والتالتة بس هو احنا هنا بدور على حاجة للمريض على اللونجران المادة الطويل لا خلص انا مش الان تاني من قصة ايه ان يحصل ارتجاع تاني للبواسير للدرجة الرابعة دي فدي حاجة مهم اول صراحة اسباب البواسير اعراض البواسير مخاطر البواسير هو حدرك عارف اكثر الاسباب شهرة هو الامساك المزمن المريض دايما بيبقى بيحصل شوية ادابتيشن بياخد شوية ادوية ما بيباش الموضوع افكتف مع نفسه يعني طبعا الحاجات من الصدلاءة مباشرة من غير ما يكشف فبيكمل القصة دي فهو اهمهم يعني هو الامساك المزمن الموضوع بقى بعد كده كاعراض يعني هو اهم عرض هو النزيف لان هو بيبدأ الفلسد الجري اصلا ما بيباش العين عارف ان هو عنده بواسير وبييجي بس بفكرة بيبقى عنده نزيف بعد كده بيبدأ بيظهر بقى كتل اللحمية بقى يعني دي خارج الشرج وطول ما لسه موضوع مش مضاعف ما بيباش فيه قلم وانس ان هو بقى مضاعف سواء كان مضاعف بقى يحصل معها شرخ او يحصل المضاعفات اللي احنا متخاف منها جدا الصراحة ولا حتى انا بقول المريض انت اللي ما بتيجي في الاول برضو بتقل يعني بينبقى مبسوطين بينبقى فكرة المضاعفات اللي هي لها تحصل دي انا مش قلم منك فمضاعفات زي ايه زي السرومبوزز السرومبوزز بايلز دي اللي هي التجلط الدامه اللي بيحصل فيه البواسير بيخلي فرص التداخل الجراحي ضعيفة جدا بنبدأ في الاول طبعا بيكورس كامل كده نعالج السرومبوز الاول وبعد كده نفكر بقى في الاكتف اللي احنا ندخل نصلح البواسير او نستواصل البواسير ممكن يحصل طبعا زي ما حالك عارف برضو قصة الالتسريشن التقرح اللي بيحصل وممكن يزبق طبعا هو النزيف وبتبقى النزيف بدرجات زي ما حالك قلت في الاول خالص النزيف بيوصل فعلا لدرجة اناميا شديدة جدا جدا انا شفت حالات هيموجلوبين اربعة وارقام يا جماعة ازاي ازاي لنتبتوصل يعني عيام بينزف ريجولر فقلت له ده هو ده مش طبيع ويوصل لده هيموجلوبين اربعة كورونيك اناميا ممكن يوصل لها ويوصل لها ويمشي على رجلين ويمشي على رجله عادي جدا عشان كورونيك عشان كورونيك اناميا عشان هي جراديو بالزبط بالزبط فالموضوع ده خطر صح نزيف الحد لو وصل لبجلوبين ربعة يجمع عليه لكن المزمن لا بيبقى فيه كورونيك ازاي الادابتيشن بيها بزرط طب قولي الليزر بقى بيعمل اي يحكي لي عن الليزر هو الليزر زي ما قلت الحضرات كده الفكرة اللي انا بحدد الدجري الاول بيه اللي نقول عليها الانا مجرد اللي انا العيان عندي في العيادة قادر اقول له انت فقني دجري الدرجة التانية او درجة التالتة او الرابعة بس الدجري الحقيقية اللي بتتوضح مية في المية هي دي الدجري اللي بتبقى اول ما ببدأ العملية زي ما حارك انا بعرف انا ببدأ العملية بعمل حاجة اسمه examination under anesthesia فببدأ examination under anesthesia ده قدي definitive دجري للبواسير اقول بقى لا هي فعلا درجة تانية هي درجة تالتة هي درجة رابعة التكنيك زي ما حارك انا حارك كده التكنيك المستخدم هو ده مهم قوي علشان انا يهمني في الاول وفي الاخر اه نعم اتحققات المريض قصة البين ده اهم حاجة عندي اهم سبب اختار على اساسه اللي انا اعمل ليزر عن جراحة هو البين اه القلم بس الحاجة التانية المهمة قوي هو recurrence اللي هو الارتجاع وبالتالي لازم استخدم التكنيك الصحة في الديجري الصحة فالدرجة التانية والتالتة ده حلو جدا انا استخدم اللي هو الفالجريشا مجرد بدخل من فتحة واحد ملي بأسطارة الليزر بسيطة جدا واعمل فالجريشا او اعمل كواجيوليشا اللي كل الاوعاد ده مويلة موجودة جوه البصورة بيحصلها شرينكتج او تقلص في حجمها والموضوع بينتهي على طول ده ما احنا شايفين كده القصة كلها بتبقى يعني في ثواني اه بالزبط اه الربع هي الاصعب شوية الصراحة وللأسف هو دي يعني الناس بتسيب نفسها كتير لحد ما توصل للدرجة الرابعة العنيفة دي حتى الساعة بنقولها علىها سيركن فرنشال بايلز يعني لأ ده هي بواسير داير ما يدور في كل في كل الشرق يعني حايزين نقول بالعرب عشان نستفهمنا وعملين يقولول يتكلموا بالعرب حاوة يعني الهي هنتكلم بالعرب الهي يعني داير ما يدور في كل الشرق يعني مليان بواسير وابتالي لازم اعمل استقصال كل للبصورة ماينفعش بقى لانا مجرد اعمل او اعمل الابعاد اللي بتاعاتها وخلاص يعني هروح بقى بعد الليزر والبواسير هروح للشرخ الشرق اه ايه اعراض الشرخ الشرقي اسباب الشرخ الشرقي برضو قبل ما ندخل الشرخ الشرق برضو ببساطة عشان الناس تبقى متخيلة هو عبارة عن تير او جرح في الغشاء المخاطن المبطل للشرق يعني وبالتالي جرح اه جرح اه اي اطعف الجسم بيحصل اطعف الطبيعي ان هو بيحصل له هيلنج على طول يعني بس حصل انقباض للعضلة وبذات العضلة الانترنل سفنجت العضلة الداخلية البليد او البلدس او اللي هو وصول الدم بطريقة كويسة عشان يحصل الالتقام ده ما بيحصلش للأسف وبالتالي الموضوع بدل ما بيبقى في الاول اكيوت ان الفشر او اللي هو الشرخ الشرق الحاد بيكمل في طريقين هو يبقى كرونيك ان الفشر يوصل لشي الشرخ الشرق المزمن يعني فرص طبعا تحسن المريض على الادوية في الاكيوت ان الفشر ده عالي جدا 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 يعني احب جدا ان انا شوف المريض وهو لسه بيشتكي من الشرخ ده حديث جدا وبالتالي النسب النسب التحسن انا بتوصل 80 و90% كمان على الادوية مشكلتنا في ايه برضو الحاجات اللي هي الوصفات زي ما حترك قلت كده برضو هي الخطسة اللي انا اخد حاجة اسأل الصيدالي مجرد انا خدت كريم خدت دافل خدت الحاجات اللي لازم الموضوع يتشخر صح المادشة خاص صح الشرخ المزمن استجابته للادوية بتبقى ضعيفة جدا 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 ومضاعفاته بتبقى برضو خطيرة شوي كون ان يحصل بها يسمى فاستولايزينج فاشر يعني الشرخ نفسه بيتحور ويعمل نصور تحته وبالتالي انت مخلص ما فيقاش فيه فرصة للادوية اصل لازم يتدخل الجراحي علشان استقصال الشرخ واستقصال النصور اللي حصل بسبب الشرخ الحاجة التانية اللي بتحصل الستينوزز اللي هو ديء في الشرق مع مع الكرونيك انفلاميشن او الكرونيك اريتيش الموجود من الفاشة التهاب المستمر التهاب المستمر ده بيحصل سبازم او بيحصل استينوز او ديء في الشرق عنيف جدا وبالتالي تيجي دوجود تلايف بالزبط فالتلايف ده يبدأ يعملي ديء عنيف وبالتالي ده خلاص لازم يتدخل الجراحة ولازم ادخل اعمل التصليح يعني برضو دور الليزر زي ما حضرتك يعرف الليزر برضو هنا جرح صغير جدا انا بدل ما ادخل اعمل اوبين سفنكتراتومي بدل مفتح فتحة بتاعة الجراحة لا انا بدخل بالقسطرة القسطرة دي واحد ملي فمجرد بتدخل تعمل حاجة او بتعمل زي بتدوب كده الجزء من العضلة الداخلية وبالتالي بتعمل اللي موجود او اللي حصل ده فبالتالي بتحسن وصول الدم كويس للمنطقة دي وبيحصل كويس للشرخ يعني عندي بعد كده اتنين نواصير ناصور ايه ناصور شراجي وناصور عصصي هدأ بالناصور الشراجي لان احنا ما زلنا في القناة الشراجية وخلي الناصور العصصي في الاخر الناصور الشراجي بقى يعني ايه يخلي فيه واحد يجيل ده دي حالة مزعجة للغاية جدا هو ده وهو ده المستكم بليكيز هو ده الاكثر تعقيدا في حالات الشراج الاسف يعني زي ما حضارك عارف برضو كلمة ناصور هو الناس كتير بتلغبط او ما بين انا عندي ناصور واللي عندي بواسير هو الناصور دي عبارة عن تريك هو طريق موصل ما بين نفق موصل شافش برضو بتحصل المستكم او الاكثر الشهرة وحاجة اسمها كريبتو جلانديولر يعني بيحصل مشكلة في الغدد اللي موجودة حوالين الشراج بتدخل جواها او عدوى باكتيرية بتدخل جواها وبتبدأ تعمل صديد وخراج ويبدأ الصديد ده بيتراك اتسلف هو بيحاول يفتح لنفسه طريق فالطريق ده بيفتح نفسه جوا وبره في نفس الوقت فيعمل ما يسمى النصور الشراجي اللي هو التراك اللي احنا شرحنا ده المريض بيعرفوا ازاي برضو بيبقى طول الوقت بين بيبقى برضو افرازات خارج الشراج برضو بكميات ساعات بتبقى على حسب برضو النوع بس بيبقى برضو في افرازات مزعجة جدا جدا سواء كان هي بنعمل بقى طبعا انا مهم جدا ان انا افحص المريض جوا في العيادة الاول على اساس كده بحدد انا يعني يعتبر بحدد بشكل مبدئي انا عندي انا نوع من انواع النصور في عندي انواع كتيرة طبعا بس الاكثرهم برضو شهرة هو ما يسمى انترس فينكتريك اللي هو داخل في وسط العضلطية حضر رك عارف العضلة الداخلية والعضلة الخارجية بيبقى فيه البلين ما بينهم ده اسمه انترس فينكتريك فلو التريك ده او الطريق ده او النافقة ده موصل بس معدن بين الفتح الميدل بين العضلطين مع بعض فبنقول عليه انترس فينكتريك وفيه نوع بيبقى مخترق العضلطين اللي تم مع بعض فده اسمه ترانس فينكتريك انا يهمني في الاول في الاخر ودائما اللي بيهمه المريض هو قصة اللي انا بمحافظ على التحكم حكم في البراز بالضبط ما يبقاش فيه تسيب في البراز واكتر حاجة هي بتبقى مزعجة للمريض اللي انا خايف اعمل عملية النصور الشراجي عشان ما يحصلش موضوع الانكونتنس او عدم التحكم في التبرز فاحنا بنتعامل ازاي احنا مهمة قوي اللي انا اعمل الامر اي الامر اي دي بتبع عبارة عن اشعة رانية مغناطيسة على القناة الشراجية ودي بيتبايل التراك بالضبط ماشي ازاي وعلاقته اي بالعضلة الداخلية والعضلة الخارجية وابدأ على اساسه احدد البلان اللي انا المفروض هعمل الخطة اه برضو من ضمن المزايا بتاعت الليزر في النصور الشراجي ومزايا في الحتة بتاعت النصور دي مهمة جدا 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 العملية بتتعامل في الجراحة عادة بنعملها على مرحلتين او ثلاث مراحل حفاظا على العضلة الخارجية عشان ما يحصلهاش لقدر الله ما يحصلهاش انجري وبالتالي اصابة فيحصل فيها انكنتنس او عدم التحكم وبالتالي احنا بنعمل ايه بعد ما بنعمل الامر اي ويبلي القصة دي بدخل اعمل العملية هي عملية واحدة مرحلة واحدة وبدون اي اصابة ابدا للعضلة الداخلية او الخارجية فده هو ده يعتبر اهم ميزة للليزر يعني بس هو برضو يليعب برضو خطير جد انا في الحالات الجراحية انا بشير النصور بالكامل برا الشرق هو خلاص مش موجود في الجسم اصل في الليزر لا هو في نسبة ريكرانس في نسبة ارتجاع اعلى شوية يعني هو برضو هو ده الحاجة اللي هو نقول عليها يعني مش في صالح الليزر شوية في قصة الايه الريكرانس الصراحة الرجوع اه الرجوع بالضبط خلينا نروح للمنصور العصاصي بقى المنصور العصاصي ده في العصاص ايه هو العصاص في العصاص بقى ده منطقة اسفل الضر دايما احنا اللي بنذكرها في منطقة الشرق او اللي بنذكرها بدايما مع امراض الشرق نتيجة للاخباطة دايما اللي بتبقى مع المرضى المريض دايما بيشتكي من منطقة انا عندي وجع هنا بس ساعات بييجي شوية لا ده اثناء الحمام او اثناء القعدة لفترات طويلة وده سبب مختلف خالص سببه هو طبعا تكون او دخول الشعر في يعني التراكينج اللي بيحصل بقى واللي هو بيدخل الشعر هو ده اللي بيعمل التراكينج هو ده اللي بيعمل الطريق نفسه بيعمل النفع بيعمل النفع يعني يروح مكان يروح في منطقة الشرج فيجي المريض فاهم ان هو عنده مشكلة في الشرج لا هي مشكلة في الشرج هي مشكلة في العصعص نفسه يعني وبنشخصه ده تشخيصه سهل جدا في العادة مباشرة بنشوفه يعني كلانيكالدياجنوز ده بيبان على طول في الفحص بنحدد له بقى طريقة بتاعته وفيه تلات طرق الصراحة فيه اللي احنا بنقول الـ open type انا بشيل النصور جراحة واسيبه مفتوح وده في الحالات اللي بتبقى الريكرانت يعني هو لا اعمله قبل كده اصلا ويجاي لي فخلاص بقى 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 تاني يعني بيتكرر متكرر فلازم يتفتح ويتنظفه ويتساب مفتوح يلحم بنسيج النسيج اللي هو اللي في النوع التاني اللي هو الـ closed لا انا بشيل النصور وبقى في المكان وزي جرح اي ده زي جرح احنا بنعمله في النوع التالت بقى ده الليزر الليزر بيدخل بيعمل يعني حمد نعمل او الكوريت او تنظيف او كحت لكل التراك ده وبعد كده ببدأ اعمل فالجريشن او ادخل اسطرة الليزر تعمل لي برضو زي فالجريشن لكل التراك ده بالمنظر ده يعني يدمر يدمر بقى التراك او بالتالي خلاص بي ينظفه بيبقى افل تماما وبيحتاجش اي حاجة فيه خلاص فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هي يعني برضو تأثير الليزر او استخدام الليزر فيها بقى نتائجه كويسة جدا جدا وبتدخله في كل القنوات الجانبية من التراك ما هو لازم ما هو الافضل برضو ان المريض يجي في اول النصور ما يجيش بعد كده لو قصة موانسل ان حصل برانشنج موانسل ان حصل تفرع للتراك الواحد ده ده بيخلي يعني نسب النجاح قليل او نسب بمعنى صح نسب الارتجاع اعلى كل ما يبقى فيه برانشنج معناها او فيه تفرع معناها ان فيه برانش ممكن ما يكونش لسه وصله الاشوع بتاع الليزر وبالتالي نسبة ارتجاع النصور بتبقى اعلى شوية طيب في عالم امراض الشارج وده ده عالم يعني فعلا الخجل الاجتماعي فيه موجود والتأخر والحاجات دي كلها جدا وغير المتخصصين زي ما انت عايز تقول قولي يعني بيحط ايديهم في الموضوع والخرافات والاشتغالات والحاجة والكريمات اللي على القنوات تحت السلم في الصفحات الانترنت المشبوهة كريمات تعالج البواسير والكريم مفيش بعده بيعالج البواسير وكل النصب في البواسير والشرق والشرق الشرج والنصور يعني حدث ولا حرق فيه اتنين هتعقبهم اتنين هتعقبهم واحد هتخليه البس بدلة زرقة وتحكم عليه حكم محترم واحد تاني هتلبسه بدلة حمرة وده تحكم عليه بالإعلام يعني كأنه تحكم عليه بالإعلام اكيد الجرمين مختلفين هنا جرم درجة والتاني درجة أسوأ بكتير صح مين ايه الجرمين اللي انت شايفهم في عالم المشاكل الجراحية المتعلقة بالشرق بيدايقوك بيدايقوا كل الأسرة الطبية يعني احنا ما بنحبش انه هو الحد يفتي مباشرة ويكتب حاجات مش بتاحته يعني 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 فكرة اللي انا اخد كريم والسلام لا انا بيصعب علي المريض ان انت اللي كان عندك حاجة تتحل بالدواء ودلوقتي لازم تعمل جراح فدي سيمبلي انت لو كنت عملت كشفت خدت المناسب للموضوع انت خلاص الموضوع انتهي يعني فقلبت الموضوع من من حاجة حدة لحاجة مزمنة بسبب ايه بسبب اهمال او بسبب استسهال وممكن يكون فيها شوية زي ما حرك قلت موضوع شوية ان هو عنده حياءة وعنده متردد اكشف لا بلاش اكشف في ده المنطقة برضو ازاي اكشف على حاجة زي كده فهو ده اللي بيخلي الموضوع يتأخر يعني هو انا لو انا عندي قادر العيان ده حيحصل له لا انا معلجوش بالموضوع بالارتجاع يعني للبواسير معلجوش بقصة اللي هي بالتكنيك بتاعتها او الطريقة الدرجة التانية لا اديله اللي هو ياخد الدرجة الرابعة بحيث انا مش مش مجرد اللي انا بعالج حاجة عرض للمريض وخلاص انا بعالجه تماما انا عاوزه يبقى يعني يتم شفاقه على خير فالدرجة الرابعة اديها التكنيك بتاعها او الطريقة بتاعتها الصح. اه. هو ده دي اهم رسالة الصراحة. اه. اللي احنا نعالب كل بصورة كل كل درجة من درجات البواسير حسب اه اللي هو يعتبر التكنيك المناسب لها يعني. ايه مفرد البواسير باصورة. باصورة. اه. عشان بس تبعاتين. مش ناصور اه. اه. لا ناصورة دي حاجة تاني ما ناصور. اه. ناصور. اه. ناصور جمعها نواصير. بالزبط. عشان بس تبع اللغة العارف اللغة العربية بقت بعافية يعني في الجيل الجديد. بزا. اذا انت ترى انه اه الاستخدام الهاب هازر او اللي بنقدر نقول عليه عشوائي للليزر قد يفقته خيمته. اه طبعا. طبعا. اه. يعني في بقى حاجة برضو مهمة جدا عاوز اقول الحراكة عليها. ودي برضو حاجة مهمة جدا جدا جدا. انا بضيعش بحس اللي انا مفيش استخصار للوقت خالص انه كل مريض لازم ياخد حقه سواء كان. بري اوبراطيف قبل العملية او جوة العمليات او بعد العملية. ففكرة تحضير اي مريض للعملية ده مهمة جدا جدا جدا. والموضوع بيتم يعني حتى ساعات انا بقول الحراكة ومش في حالات الشراكة بس في الحالات ان جنرال بنعمل ما يسمى الام دي تي زي ما حارك عارف. ده لازم يبقى العين اوبتوميز تماما من قصة الضغط والسكر ومشاكل اللي عنده. وبالتالي اعرف. اه ده كترة مجموعة ده كترة. اه يعني حتى انا عندي في العيه ده دكتورة اه اه زينا. ده تقدر تقدر الحاجات كل ما يتعلق بالامور البطنية للمريض تقدر تعالجها بحيث اللي هي توصل المريض. زي ما احنا بتقول كده. بري اوبراطيف اوبتوميزيشن. اه. لازم العين يتحضر تماما بصورة كويسة وامنة عشان يوصل لقطة العمليات كويس. الجزء الجراحي هو ده اللي احنا كنا بنشرحه. وهو ده اللي احنا كل مريض زي ما بتقول كده. يعني انا بخلي كل مريض ليه حالته. يعني ممكن اقول عنده بصورة درجة رابعة وبصورة درجة تالتة واحدة درجة تانية. دي كل واحدة منهم لها طريقة. بحيث. الان انا لازم المريض اه اه ازاي اوصله الرسالة اللي لازم يدمارسها في البيت ازاي تتعامل مع ازاي تتعامل مع ازاي تتعامل مع الاكل ازاي تتعامل مع شرب ازاي تتعامل مع الشغل الحاجات ده كلها لو وصلتله بصورة كويسة فعلان بعده كل عملية اقعد مع المريض بقى يكرب من عشر دقيقة أو ربع ساعة أشرح له إزاي هتمشي طول فترة النقاها لمدة مثلا الأسبوع أسبوعين ثلاثة تمشي عليهم واحد اتنين ثلاثة فده بيخلي ما شاء الله النتائج هيلة جدا وكويسة جدا فبنو استغسرش وقت أبدا أبدا اللي احنا نوصله الرسالة دي وأرجوكم أرجوكم لما تدخلوا الحمام لخضاء الحاجة ما تاخدش معاك الموبايل وتفتح الموبايل على السوشيال ميديا على الفيسبوك على صفحتك وصفحات صحابك وتقلق تقلق في الصفحات لإنك هتقعد وقت طويل من غير ما تدرع جوه الحمام وده من عوامل المخيفة اللي ممكن تؤدي لمشاكل في الشرك فخلي بالكم الحكاية دي تدخل الحمام من غير ده من غير موبايل يعني مش يحصل له حاجة يعني إلا لو تجوز وخايف أنت في الوقت ده حد يعتر فيه دي حاجة تانية بقى يا باشا نورت وشرقت ضيف العزيزة السيد دكتور أحمد رجب سابق استشار الجراحة العامة وجراحات الأورام والمناظير وجهاز الهضمي دكتور أحمد رجب جمعة الشمز ميل كل الجراحين الأمريكية والملكية بإنجلترا نورت وشرفت الناس الحلو وقسعتنا بأس الحوار نورت يا دكتور أحمد رجب سابقا خليكوا دايما معناس الحلو